بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه داه وبعد فإن من أهم الأخلاق الإسلامية التي نحتاجها في حياتنا اليومية خلق مهم نبه عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله ربنا سبحانه وتعالى في مقدمة صفات عباد الرحمن هذا الخلق هو خلق التواضع خلق التواضع خلق مهم في حياة المسلم فالمسلم ينبغي أن يعيش هينا لينا متواضعا والله سبحانه وتعالى لما تكلم عن صفات عباد الرحمن هؤلاء العباد الذين اختصهم الرحمن بالانتساب إليه فهم عباده فكما أن هناك عبيد للدنيا وعبيد للمال وعبيد للشهوات وعبيد للدراهم والدنانير هناك عباد للرحمن بيّن الله صفاتهم في القرآن هذه الصفات ربما يتخيل البعض أن أولها أنهم يصومون ويقومون ويكثرون من الصلاة والصيام والصدقة ولكن الله سبحانه وتعالى بدأ صفاتهم ببداية مهمة بيّن صفة المشي أنهم يمشون على الأرض هونا وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية أن يعيش الإنسان متواضعا لا يتكبر على الناس لا يستعلي عليهم لا يعاملهم معاملة فوقية أنه أفضل منهم وأنه يتميز عنهم قال الله سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إنه يجب على كل إنسان أن يعيش بهذه الصفة في كل لحظات حياته في مشيته في تعامله مع الناس في حياته مع أهل بيته لا يتكبر على أحد فما عصي الله بشيء أضر على الإنسان من الكبر هذا الكبر الذي أخرج إبليس من طاعة الله سبحانه وتعالى هذا الكبر الذي هو صفة زميمة ينبغي لنا أن نبتعد عنها قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه هذا التواضع الذي هو منهج حياة نعيشه عاشه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته فقد كان في خدمة أهله كان يقيط ثوبه كان يحلب شاته كان يرقع نعله ويرقع ثوبه كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام كان في معاملاته مع الناس إذا خرج ليعامل الناس عاملهم هينا لينا متواضعا حتى إذا قابل الصبيان كان الصبي أو كانت البنت تأخذ بيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو على مكانته تأخذ بيده لتشتري أو لتقضي حاجة لها هذا منهج يجب علينا أن ننتبه له في حياتنا ولما يتكبر الإنسان وهو منها راحل وهو لن يخلد في هذه الأرض وهو مهما بلغ من الجاه والعز والمال والشهرة حتما سيموت وحتما سيدفن في هذه الأرض كما قال الشاعر صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عادي خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد سر إن استعت في الهواء رويدا لاختيالا على رؤوس العباد تتكبر على هذه الأرض وتعتقد أنك في عز وجاه وشهرة ومنع فقد مات قوم هم منك أمنع إذا كنت في عز وجاه ومنعة فقد مات قوم هم منك أمنع فقد مات قوم هم منك أرفع فهذه الأرض دفن فيها كثير من الأغنياء ومن المشهورين ومن من عاشوا في هذه الدنيا فعلى ما التكبر وعلى ما يعيش الإنسان متبخترا على الناس وعلى ما يعيش الإنسان مختالا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذه الوصية بالتواضع في كل لحظات الحياة تواضع مع الناس تواضع في بيئة العمل تواضع في الشارع تواضع مع الفقراء والمحتاجين تواضع مع أهل بيتك تواضع مع كل الناس بذلك تنال محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سيد المتواضعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا